السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة القيروان النموذجية ترحب بكم في مادة اللغة العربية للصف الخامس نستكمل اليوم في الوحدة الثامنة وننهي هذه الوحدة في موضوع الكتابة مع المعلمات أنوار عبدالجواد وجمانة طاها وأسماء الأخرس أتمنى عزيز الطايب التركيز في هذه القاعدة طبعا هي تكملة للقاعدة السابقة الكتابة للوحدة السابعة هنا نستكمل التاء المفتوحة والتاء المربوطة كما لاحظت عزيز الطالب كيفية كتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحة التاء المفتوحة إذن التاء المبسوطة نحكي عنها تاء مبسوطة أخذناها بصف أول وتاني وتالت بينها التاء مبسوطة هي نفسها التاء المفتوحة والتاء المربوطة هي إيش التاء المربوطة أخذناها بصف أول وتاني وتالت ورابع وهلأ خامس منوخدها بس ننفرق بينهم التاء المفتوحة تكتب التاء المفتوحة هكذا التاء مبسوطة عادي التاء اللي انت بتعرفها امثل على التاء المفتوحة بيت بنت اعتادت فكرت تنطق تاء تاء عند الوقف تنطق ات عادي تاء التاء المفتوحة بيت جدتي بنت خالتي بنت الجيران ايضا تنطق تاء في الوصل اذا التاء المفتوحة عند الوصل وعند الوقف تنطق تاء التاء المربوطة كما قلنا سابقا بأنها عند الوقف تنطق هاء مثل المدرسة الحديقة الأسرة المزرعة هنا تنطق هاء التاء المربوطة عند الوصن هي مدينة مثل مدينة العلم مدرسة الآفاق الحديقة الواسعة الصلاة خير من النوم لاحظ هنا تلفض التاء تاء عادي مثل التاء المبسوطة عند الوصل وتكتب تاء مربوطة إذن تنطق تاء مبسوطة عند الوصل ولكن تكتب تاء مربوطة عز طالب تدريب إلك للعباقرة هيا يا عبقري فكر وأكمل آخر الكلمات اللي هي من راجع فيها التاء المربوطة والهاء والتاء المبسوطة المفتوحة اعتادت بعوضة بعوضة أن تدخل كل مساء بيت سامي فتقف على خد ثم خده ثم تلسعه لسع وتهرب بسرعة طبعا فكر أحل السؤال نأتي الآن إلى تلخيص التاء المفتوحة والتاء المربوطة الاستنتاج للاستنتجنا بأن التاء المفتوحة التاء مبسوطة عند الوقف تنطق التاء مبسوطة التاء عادية بنت بيت وعند الوقف تنطق أيضا قصة وعند الوصل تنطق تاء غرفة الحارس قصة زيد كيف أتأكد أن الكلمة التي أكتبها تنتهي بتاء مفتوحة تكتب الكلمة بالها إذ لم أستطع نطقها بالها إذن هي تاء مفتوحة مثل دخلت البيت نكتبها بالها دخله البيه ما بتصبط صح فإذن هون تاء مبسوطة لا أستطيع نطقها بالها إذن تاء مفتوحة كيف أتأكد إذن كانت التاء تكتب بتاء مربوطة إذن استطاعت كتابتها ونطقها ها إذن هي تاء مربوطة مثل شجرة لفتها صح قدرت أرفضها فإذن إيش تاء مربوطة تمر لفتها قدرت صحيحة إذن تاء مربوطة أستطيع نطقها بالها والتاء معا إذن هي تاء مربوطة نأتي الآن إلى حل التدريبات عد إلى النص واستخرج كلمات تنتهي بتاء المربوطة وأخرى تنتهي بالتاء المفتوحة كلمات تنتهي بتاء مربوطة عقبة مكانة مرموقة قادة المساحة العسكرية وسيلة الغاية هداية أيضا اللغة العربية أفريقيا ومدينة صهوة والعباء كلمات تنتهي بتاء مفتوحة اللي هي الفتوحات كانت لما ضيتوا تانيا ضع التاء المفتوحة اللي هي المبسوطة أو التاء المربوطة في نهاية كل كلمة ما يأتي حقيبة ممتاز التاء مربوطة أصوات مفتوحة زكاة مربوطة أوقات مفتوحة جائزة مربوطة زيت مفتوحة بنت مفتوحة وسيارة مربوطة السؤال الأخير والنهائي في هذه الوحدة السؤال الثالث أكتب ثلاث كلمات تنتهي بتاء مفتوحة وثالث كلمات تنتهي بتاء مربوطة تاء مربوطة العقبة مدينة وحقيبة تاء مفتوحة بنت وبيت وزيت وهكذا نكون قد استكملنا هذه الوحدة التي تنتهي بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة وحدة جدا جميلة أتمنى عزيز الطالب كتاب التلخص الكتابة على دفتر القواعد وحل التدريبات ويعطيكم ألف عافية